في نشرة خاصة أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن عدداً من مناطق المملكة ستشهد زخات رعدية محلياً قوية وتساقطات ثلجية وتقص بارد من السابع والعشرين من نومبر الجاري وإلى غاية الثلاثين منها وأوضحت المديرية في نشرة جوية من المستوى البرتقالي أن زخات رعدية محلياً قوية ستهم أقاليم وعملات شفشاون فحص أنجر القنيطرة العرائش المديق الفنيدق والزان الرباط سلا سيد قاسم سيدي سليمان تمارا سخرات طنجة أصيلة تونات وتتوان من اليوم الجمعة على الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية غداً السبت على الساعة الثامنة صباحاً وأضاف المصدر ذاته أن زخات رعدية محلياً معتدل منتظر هذا اليوم بأقاليم القنيطرة سل الرباط سخيرات تمارا من سليمان محمدية مديونة دار البيضاء نواصر برشيد وجديدة كما يتوقع أن تسجل زخات رعدية محلياً معتدل هذا اليوم بأقاليم أجادير إيدوتانان شيشاوى شتوكا ايتباه الصويرة جلميم إنزجان ايتملول آسافي سيدي إفني تارودانت وتزنيتة ومن المتوقع أن تكون هذه الزخات مصحوبة محلياً بهبات رياح أو بتساقط البرد وبخصوص التساقطات الثلجية فمن المتوقع أن تهم عمالات وأقاليم الزلال إفران الحسيمة الحوز بن ملال بولمان تارودان تخنيفراس فرو في جيغ وميدلت وذلك ابتداء من اليوم الجمعة إلى غاية غدان السبت وحسب المصدر ذاته فإنه من المتوقع أن يكون التقص بارداً مع تسجيل درجات حرارة دنيا تتراوح بين ناقص سبعة وناقص ثلاث درجات ودرجات حرارة عليا ما بين ثلاث وثمان درجات بكل من الحوز وشيشاوى وأزلال وابن ملال وميدلت وإفران وذلك ابتداء من اليوم إلى غاية الأحد المقبلة كما يرتقب خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة دنيا تتراوح بين ناقص ثلاثة ودرجتين ودرجات حرارة عليا ما بين ثماني وثلاث عشرة درجة بكل من خنيفرا وصفر وتازة وتوريرت وقرسيف وفيجيغ وتارودانت وورززات وتنغير والرشيدية وجرادة والحسيمة وبولمان